اشتركوا في القناة ومصنعي أجهزة الموبايل والتابلت بتوفر مجموعة من البرامج بيسموها Software Development Kits اللي بتحتوي على مجموعة من التولز اللي بيتم استخدامها علشان تسهل واتبسط عملية إنشاء الموبايل أبليكيشنز الـ Software Development Kits دي مش حاجة واحدة لكن لكل نوع من الموبايلات أو نقول من الـ Operating System بيكون ليه Software Development Kits خاصة بيه يعني الأندرويد ليه SDK خاصة بيه أما الآيفون أو اللي هو الـ iOS نظام التشغيل الخاص بيه فبيكون ليه Software Development Kits خاصة بيه ونفس القصة مع Windows Phone Applications لكن عملية استخدام الـ Software Development Kits دي مش سهلة بتحتاج إن الـ Programmer اللي موجود عندي يكون عنده خلفية بلغة الجافا على الأقل علشان يطلع لي Mobile Applications معقولة ولكن فيه طرق تانية بيتم استخدامها علشان نقلل مشاكل نوع الأول دول طريقة تانية إن احنا نستخدم لغة HTML الإصدار رقم خمسة اللي هي HTML5 والجافا سكريبتة ونعمل نسخة من الـ Application اللي حيتم تشغيلها على أجهزة الأندرويد والـ iPhone معا يعني بدل ما استخدم الـ SDK وطلع نسخ مختلفة من الـ Application التاعي هيكون عندي نسخة واحدة والنسخة دي تشتغل على كل الـ Mobile Applications اللي موجودة عندي طبعا هو بيقول لي ده حل ضريف جدا ومميز جدا ليه؟ لأنه سيادتك بدل ما تنتج برامج مختلفة بدل ما يكون فيه إصدار لكل Operating System يعني نسخة للـ Android ونسخة للـ iPhone ونسخة تالتة للـ Windows Phone لا انت هتعمل نسخة واحدة من البرنامج تشتغل على المجموعة دي كلها يبقى هنا بيقول لي ليه؟ لأنها بتعمل مش محتاج أن انت تعمل إصدارات مختلفة من الـ Application بتاعك باستخدام Software Development Tickets مختلفة طيب يا ترى ليه عيب؟ آه العيب بتاعه أو الـ Downside الخاص بصري أنه الـ Software أو آسف الـ HTML و الـ JavaScript ما بتستفج بصورة كاملة من خواص وإمكانيات الهاتف المحمول بتاعك زي في حالة الـ Motion Sensor يبقى هنا بيقول لي الـ Downside أو العيب الخاص باستخدام الـ HTML و الـ JavaScript لإصدار Application بيشتغل على كل الموبايلات إنه لا يمكن الاستفادة الكاملة من خواص وإمكانيات التليفون المحمول بتاعي طيب اللي بعد كده إيه؟ حنيجي نشوف يا ترى حضرت الموبايل محتاجين ننشره يبقى هنا بيقول لي Once an application is developed يا ترى الـ Next stage بتاعتي حكون إيه؟ يبقى نقول هنا بعد ما طورنا أو أنشأنا الـ Application محتاجين إنه إحنا ننشره طيب ننشر إزاي؟ ممكن يتم وضعه على موقع ويب زي Dropbox أو ممكن نرفعه على الماركت اللي هو الـ iTunes في حالة الأندرويد أسف الآيفون أو الـ Google Play في حالة الأندرويد أو حتى ممكن نبعته بالإيميل للأصدقاء علشان يجربوه وكمان سيتك محتاج تحدد هل الـ Application بتاعك ده هيكون مجاني ولا هيكون مدفوع؟ طيب فيه مصطلح هنا عايزين نعرفه اسمه Root to Market الطريق للسوق ده معناه إيه؟ هو عملية جعل الـ Application بتاعك أو نشر البرامج وتوفيرها للمستخدم يبايزاً The process of making applications available to the market is called Root to the Market طيب هل عملية نشر البرامج دي حسبتها؟ ولا بتختلف من الأندرويد للآيفون؟ فهو بيقولي هنا أن بعض الـ Roots أو بعض طرق نشر البرامج بتكون Controlled يعني محكومة عن البعض الآخر يعني مثلاً في حالة نسيتك تصمم Mobile Application وتنشره على الـ iTunes دي صعبة ليه؟ لأن المفروض أن شركة أبل بتعمل تشك تاخد البرنامج بتاعك وتختبره وتتأكد من أن البرنامج بتاعك ده بيطابق مواصفات معينة بتحددها الشركة لو اكتسه بيتم وضعه على الـ Store الخاص بيها نفس الـ Rules دي مطبقة في حالة الـ Android Market اللي هو الـ Google Play لكن بيكون بدرجة أقل ممكن السؤال يجي يقول لي هنا يا ترى هل العملية الخاصة بـ Root to Market Controlled ولا لا؟ يبا احنا قلنا أن بعض طرق نشر البرامج محكومة عن البعض الآخر يعني لو حضرتك عايز تنشر برنامج الخاص بيه على الـ Google Play لازم تبعث البرنامج زي ما قلتلكم ليه؟ جوجل؟ جوجل بتشيك عليه؟ هل البرنامج ده مظبوط؟ هل فيه مشاكل؟ هل بيحاول يتجسس على الـ Users؟ هل انت حاطت فيه فيروس مثلا؟ لقاته سليم؟ حتنشره لك على الـ Google Play مش سليم حترفض نشره طيب أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أخذ البرنامج بتاعي وارفعه على Dropbox وضي صحابي الـ URL الخاص بيه، لكن دي طريقة ودي طريقة تانية نتنقل للموضوع اللي بعد كده بيقول لي فيه عندي هنا حاجة اسمها الـ Native Application وموبايل ويب أبلكيشن ده تحت بند Running and Application على Different Mobile Phone Operating System اللي هو تشغيل البرنامج بتاعي على أنظمة تشغيل مختلفة عندي دلوقت مصطلح بيسموه Native Application الـ Native Application هو عبارة عن برنامج بيشتغل على Operating System وحيد وفقط يعني إيه؟ يعني النسخة البرنامج دي بتشتغل على الأندرويد النسخة التانية دي بتشتغل على الآيفون النسخة التالتة بتشتغل على الـ Windows Phone لكن هل فيه نسخة واحدة بتشتغل على الكل؟ دي حاجة تانية خالص يبقى إذن الـ Native مقصود بيها أن الـ Application بتاعي بيشتغل على Operating System واحد طيب فيه مواقع بتوفر لي إمكانية إنتاج برنامج واحد يشتغل على كل الأنظمة دي أشهر مثال لها الـ PhoneGap يبقى اللي إحنا عايزين نقوله دلوقت Native Application مقصود بيه برنامج بيشتغل على Operating System وحيد وفقط فيه برامج أو مواقع على الـ Web بتديني إمكانية أن نطور برنامج يشتغل على الـ Systems دي كلها من أشهرها الـ PhoneGap فالتي اسمه Mobile Web Application إيه هو الموبايل ويب أبليكيشن؟ هو عبارة عن ويب سايت بيوفر كل الإمكانيات الموجودة في الموبايل أبليكيشن اللي هو الـ Native لكن من غير الحاجة لتحميل برنامج على جهاز المستخدم يعني مثلاً أنا بدخل على موقع بانك الركحي عن طريق الموبايل مش عن طريق يعني بدخل على البراوزر وبعدين أكتب موقع بانك الركحي حيديني العمليات اللي موجودة في برنامج بانك الركحي لو أنا نزلته من الجوجل أو البلاي ستور ثاني هنا بيقولي الموبايل ويب أبليكيشن هو عبارة عن ويب سايت تم تصميمه علشان يديني كل الإمكانيات والخدمات اللي موجودة فيه الـ Native Application ولكن بدون الحاجة لتشغيل البرنامج ده على الجهاز الخاص بيه الموبايل ويب أبليكيشن بتستخدم القدرات والخواص اللي موجودة فيه الـ HTML5 والـ Javascript علشان تتواصل مع مكونات الجهاز الخاصة بيك زي الميموري والـ Sensors علشان تحاكي موضوع Touch Input والـ Locations الخاصة بي الجهاز السؤال اللي جي مهم جدا على الموضوع حيد يقولي يعرفلي الموبايل ويب أبليكيشن واسكرلي الميزات الخاصة بيها طيب ايه هي ميزاتها اول حاجة It has to be devolved once يعني معنى كده ان حضرتك حيتم انشاء الموبايل ويب أبليكيشن مرة واحدة وبيتم استخدامه على انظمة التشغيل المختلفة يعني البرنامج هيشتغل على الاندرويد والايفون والويندوز فون ما انتش محتاج ان انت تنشئ نسخة مخصصة لكل النقطة التانية It is not device specific يعني معنى كده انه ما بيعتمدش على نوع الجهاز او مواصفاته او ابعاد الشاشة مثلا اي جهاز جواب براوزر وبيدعم الHTML5 والجافا سكريبت يبقى حيشغل الموبايل ويب أبليكيشن رقم ثلاثة ان الابليكيشن دوت حيشتغل لو الـ Devices Browser لو المتصفح اللي موجود في الموبايل بيدعم الHTML5 والجافا سكريبت يعني معنى كده ان انت ما انتش عايز مواصفات معقدة طيب يا طرق الخواص التانية الخاصية اللي بعد كده انه في حالة native application كنت سيادتك بتعمل برنامج وبعدين تروح تنشره على الماركت واليوزر يعملوله download لا ده هنا انت ايه انت هنا مش محتاج ان انت تروح الماركت there is no need to use a marketplace طيب وما الايه اللي هيحصل اللي هيحصل بسهونة ان حضرتك هتوزع الـ url او عنوان الموبايل ويب أبليكيشن ليه اليوزرز ما احنا عارفين ان الموبايل ويب أبليكيشن هو عبارة عن موقع انترنت طيب انت عايز تنشره خلاص ادي الرابط بتاعه ليه اليوزرز اللي موجودين عندك كل الميزات دي جاية من ايه جاية من الخواص للغة HTML version 5 و javascript جاية اشرف ابرا